اشتركوا في القناة وهو اصلاح مشاكل اللي ظهرت ببعض موديلات جهاز PS4 واللي ما قبلت الجل بريك اطلاقا حتى لو كان اصدارها 11 او 69 او 10.00 او 10.01 وكان السبب بهاي الموديلات يا شباب هي انه البوردات الخاصة فيها لا تحتوي على IC على مدخل الاثرنت الخاص فيها فكانت تواجه فشل كبير جدا بتفعيل الجل بريك على هاي الاجهزة فبتحديث The Flow الجديد واضافة IPv6 addresses يفترض انحلت جميع مشاكل الموديلز والجل بريك يعمل على كل الموديلات سواء كانت فات او سلم او برو مع انه المشكلة ما ظهرت باجهزة الفات هي ظهرت بالسلم والبرو فمهما كان موديل جهازك يفترض يتفعل على الجل بريك اذا كان تحديث جهازك 11.00 او اقل هاي مثال بسيط على بعض اصدارات السلم والبرو اللي كانت تواجه مشاكل بالجل بريك حسب اصدار الموجود قدامها وما كانت تقبل التفعيل اطلاقا يفترض هاي البيانات تتغير بعد التحديث الجديد لفلو ويتفعل الجل بريك ايضا الاشخاص اللي كان يواجه مشكلة الديفيد كيرنل اسر اللي كانت تظهر معه اثناء تفعيل الجل بريك كانت توقف البرنامج وتظهر له رسالة الديفيد كيرنل اسر ايضا هاي المشكلة فكسد انحلت ويفترض ما تظهر معه ويتفعل الجل بريك على جهاز البي اصفور اغلب البرامج المستخدمة تم تحديثها لالاي بي في سيكس ادريسيز ومنها برنامج مودد ويرفر لنسخة الجديدة واحد بوينت تسعة وايضا تم تحديث برامج البي اس جو لنسخة الجديدة وايضا البي بي بي دابليو ان لايت خمسة بوينت اثنين ايضا تم تحديثه لالسكريبت الجديد من فلو والثلاث برامج تعمل بنفس المبدأ لتفعيل الجل بريك على جهاز البي اس فور وحاليا يا شباب ودائما باول تفعيل الجل بريك على جهاز البي اس فور لازم تنقل الگولدهن على يو اس بي بشكل منفصل هاي فقط لاول مرة من تشغيل الجل بريك وثم ما راح تحتاجها تحتاج الگولدهن 2.4 بيتا 17.3 بصيغة الگولدهن.pin وتنقله على يو اس بي مفرمة بي اي اكس فات او فات 32 بهذا الشكل فقط لمرة واحدة وحاليا نحتاج برنامج اللايت 5.2 اول ما تقوم بتشغيل برنامج اللايت كل اللي عليك انك تتجه على الاعدادات وحاليا بشاشة الاعدادات كل اللي عليك في البداية انك تختار الاصدار الخاص بجهاز البي اس فور وطبعا الاصدارات المدعومة بالگولدهن حاليا هي 11.00 10.01 69 هاي الاصدارات المدعومة من جولدهن باقي الاصدارات اللي مش مدعومة بالگولدهن يمكن تفعيل هن منفصل عليها بمكنك من تثبيت البكيجات على جهاز البي اس فور بلو ما تستخدم خصائص الگولدهن فان شاء الله رح يكون فيه فيديو منفصل عن باقي الاصدارات اللي مش مدعومة بالگولدهن ومن ثم بتختار الاصدار الخاص بجهازك من هون وطبعا هنا دائما هو اصدار ايثر نت ولا تنسى انك تضغط على update حتى يعمل update للبرنامج ويضيف script ipv6 addresses على ملفات البرنامج لازم تعمل update حتى يضيف التحديث الجديد فقط update مرة واحدة وحجمه مش كبير جدا هيك البرنامج صار جاهز يا شباب وما بطلب منك اي شيء اخر كدر علي اني انتقل الى جهاز البي اس فور والان على جهاز البي اس فور كل اللي يلزمك هو اعداد اتصاد البي بي بي او اي الخاص بالجل بريك فكل علينا انتجه على الاعدادات ومن ثم انتجه على الشبكة واعداد الاتصال بالانترنت الاثرنت مخصص ومن ثم اي شباب تختار البي بي بي او اي ودائما طبعا تكتب اي احرف اي ارقام بالباسورد واليوزرنير ومن ثم تعطيه تلقائي تلقائي لا تستخدم وتمام هيك انت قمت باعداد اتصاد البي بي او اي بدون اي مشكلة على جهاز البي اس فور تمام شباب وحاليا كل اللي بلزمنا ان نقوم بتوصيل سلك الاثرنت ما بين جهاز البي سي وجهاز البي اس فور بعد ما قمنا باعداد الاتصال فقط السلك العادي ما بحتاج اي انترنت اطلاقا ما بحتاج اي مداخل خارجية وايضا تحتاج انك توصل اليو اس بي اللي نقلنا عليها الجولد هن بجهاز البي اس فور لاول مرة فقط حتى يتم تفعيل الجولد هن 2.4 بيتا 17.3 حاليا كل علينا نرجع البرنامج البي بي بي دبلو ان لايت ونضغط على زر ستارت ولازم ننتظر للسكريبت حتى يعطينا دن ويشغل الجيل بريك ويفعل الجولد هن الجديد ودائما مش بالضرورة يشتغل الجيل بريك من اول مرة ممكن يعيد للسكريبت مرة ومرتين وثلاث تمامي شباب حاليا عطاني البرنامج دن ولازم يظهر اشعار جولد هن 2.4 بيتا 17.3 وبهيك تفعل الجيل بريك على جهاز البي اس فور بدون اي مشكلة حاليا لا تحتاج اليو اس بي اطلاقا رح يصير تفعيل الجولد هن من داخل جهاز البي اس فور حاليا بالنسبة لكو يا شباب اللي تفعلوا الجيل بريك لأول مرة على جهاز البي اس فور رح تلاقي انه ظهر جولد هن مكان علامة البلس وهاي اعدادات الجولد هن وطبعا الشيء الوحيد اللي بهمك وهو الباكيج انستولر دي بوكسي تينج باكيج انستولر وهذا المكان اللي بتثبت فيه الباكيجات الالعاب والتطبيقات والتحديثات والدي ال سي على جهاز البي اس فور فامل انه تكون مشكلة الموديلات تنحلت ان شاء الله وايضا مشكلة الدي فيت كابنا ال اي اس ار انحلت بتحديث ذا فلو ايضا الجديد فقط للملاحظة يا شباب لازم كل اعادة تشغيل لجهاز البي اس فور تعيد خطوة تفعيل الجلي بريك ما بيظل الجلي بريك شغال معاك بعد ما تعمل رستارت او بعد ما تطفي جهاز البي اس فور هاي معلومة مهمة جدا ناس كثير بيسألوا عنها لازم تعمل اعادة للجلي بريك كل ما طفيل جهاز البي اس فور اما اذا ما غبت كثيرا عن جهاز البي اس فور وحاب انك تخلي الجهاز بوضع السكون فاكذر عليك انك تدخل على الجولد هن وعلى السيتنك وفعل خيار سببورت ريست مود هذا الخيار رح يساعدك بانه يضل الجلي بريك شغال بوضع الريست مود وجهاز البي اس فور سواء تركته ساعة ونصف الى ساعتين الى ساعتين ونصف شغال بدون اي مشكلة على جهاز البي اس فور روابط كل شي تحتاجه رح تلاقي موجود بالوصف السلام عليكم